السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يقفزك بعد إذن حضرتك أرجاء وطلب حضرتك أصبح الناس يتكلمون في دين الله كثير ولكن نحن عايزين أنسى الفضلاتكم تبينون العلم كما وضح الإمام البخري بابه العلم قبل القول والعمل فنحن عايزين نعرف ما الفرق بين الداعية والعالم لأنني أنا من كمين كنت بسم حضرتك بعض الناس بيتكلمون في الفتوى واختلفت الفتوى فكان الناس اللي قاعدة أصبح مشتد الذي أفته لم يكن لديه ملكة الفتوى أنا لا أذكر اسمه ولكن نحن عايزين حضرتك ربنا يبارك فيك وفي القناة أنك انتوا توجهون فهو العلم الصحيح الذي يأخذ إزاي نبدأ في العلم ومين اللي له حق عن ياسي وإيه هو العلم الشرع الصحيح يعني هل يبدأ واحد يطالب بعلم يبدأ بعلم الأصول والعلم المصطلح والعلم الله والقرآن ويا ريت بعد إذن حضرتك يعني رجاء أن يبقى دي بروس يعني زي أكاديمية علمية حضرتك يا ريت تتفضل وتعمل هنا وجذكم الله خير بارك الله خير طبعا هو يعني الأخ الكريم وضع يده على داء وبيل الداء الوبيل ده هو الفتوى بلا علم طبعا إحنا عايزين نقول بأمانة إن إنزواء أهل العلم اللي هم لهم أهلية عن الساحة تعليما وتفقيها وتدريسا وإرشادا جعل الآخرين أو جعل بعض الناس ممن هو أقل علما يتبوأ ما هو لابد للناس من رؤوس لازم أصحاب الأهلية تركوا لابد يلي رئاسة الناس من ليس بأهل خلاص ده كلام نهائي لابد للناس من رؤوس وقد ورد هذا في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم هو بتكلم عن العرفاء فأهل العلم إذا تصدروا إنزواء هؤلاء ده يبقى ديه مسؤولية أهل العلم إن هم يعلموا الناس وإن هم ينتشروا على قدر استطاعتهم الحاجة الثانية إن مسألة الفرق بين العالم والداعية لا يعني ها برضو مش عايزين لو فيه تفريق هذا بتفريق استلاحي لكن العالم هو الذي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى لا يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى إلا رجل عالم على الأقل بالمسألة التي يدعو الناس إليها يعني بقى مش لازم يعرف كل حاجة لا بس ما يتكلمش إلا بعلم إذا تكلم فيه مسألة بيتكلم بعلم يجهل مسألة كثيرة مش مشكلة أن يجهلها لكن المشكلة أن يتكلم بجاه خلاص؟ فلماذ بخير لما بقول باب العلمي قبل العمل احتج له بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال فقدم العلم قبل كلمة التوحيد طبعا هذا كلام سديد لأن الله تبارك وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرة أسأل به خبيرة طبعا تعليم الناس على القنوات الفضائية دي مسألة تحتاج إلى شيء من الجدة حتى لا تتحول القناة إلى قناة علمية صرفة فينصرف عنها كثير من العوام الذين يظنون أنهم لا يفهمون أو لا يواصلون مع العالم أنا بقول يا أخوانا العالم هو الذي يرفع ذوق العامي لا تنظروا إلى العوام على أسنهم طغام أشباه الأنعام لا الكلام ده غلط العوام بيفهمه وإنت ممكن تخلي العامي ترتقي بذوق هذا العامي غير المتخصص حتى يصير له ذوق في الشريعة يسمع الكلام يعرف أن الكلام دعلي نور فالمسألة تحتاج إلى شيء من الجدة ولا شك أن تدريس الأصول وهذا مما أطمح إليه وأسأل الله عز وجل أن يعينني في برنامج حرس الحدود برنامج حرس الحدود أصله قائم على الذود عن أصول الإسلام وفروعه أي بن أدب بتكلم في الإسلام كلمة يسيء في فهم دليل يضرب نص بنص إحنا بنجاوب عليه وبنقول إن لا تناقض مطلقا في دين الله عز وجل لا يوجد نصان صحيحان أبدا في القرآن يتناقضان أو في السنة يتناقضان أو في القرآن والسنة يتناقضان ده مستحيل ليس موجود له توجيه والعلماء وضعوا ضوابط مئة وجه وواحد في مسائل التعالي والترجيح إذا فات من الوجه الأول أو التالي أو التالي يبقى الرابع يبقى الخامس يبقى السادس أين حديثان صحيحان أو آيتان أو حديث وآية يتعرضان من مئة وجه عشان كده ابن خزيمة رحمة الله عليه الذي يلقب بإمام الأئمة كان يقول لأهل بغداد من وجد نصين متعارضين فليأتيني أوفق له بينهم لكن طبعا التوفيق يحتاج إلى دراسة برنامج حرس الحدود هو في الأصل قائم على هذا في هذا البرنامج إن شاء الله سنحاول أن نبث ثقافة أصولية يعني المستمع المستمع ما يحسش أن فيه كالكاعة في العلم لا أنا إن شاء الله أرجو أن أوفق يعني وأخليه أبقى عنده ثقافة أصولية في أصول الحديث وفي أصول الفقه بدون ما أدخل في مشكلات العلم أو غوامض العلم بحيث أن الراجل إذا قيل أمامه شيء يبقى فاهم حتى لو كده فبرضو إحنا نحاول إن شاء الله نفعل شيئا من هذا لكن كما قال ابن عباس لبعض أصحابه أظنه سعيد بن جبير أو الشعبي قال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع يعني الإنسان إذا وصله علم قد أفلح من يقف عند الدليل ومن يقف عند العلم وطبعا الأخ برضو اللي بتكلم يقول لأن الناس اختلفوا الكلام ده أنا بقول كل إنسان له مفتي يبقى أنت لا تخالف مفتيك يعني ابترضنا مثلا أنت تتبنى القول في مسألة معينة والمفتي الذي أخذت منه هذه الفتوى ثقة ثبت عندك واشتهرت عدالته واشتهرت أمانته لا عليك أن تبقى على قول هذا العالم حتى وإن كان هناك عالم آخر يقوله بضد ما يقول هذا العالم العلماء بيقولوا مذهب العامي مذهب مفتي أي أن كان المفتي مش لازل يكون المفتي الرسمي المفتي الذي أفته هو ده مذهب الإنسان فده بيقل بقى الخلاف لما يكون عارفين الأصل ده يقل الخلاف والله أعلم اشتركوا في القناة